اشتركوا في القناة ولكن قبل ما اتكلم على معسكر النادي الاهلي وقبل ما اخوط في الكواليس وقبل ما اتكلم على كل صغيرة وكبيرة وكل المواقف اللي مرينا بيها واللقاءات الودية اكيد في الجزء تاني هيكون معايا نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن اسامة حسني علشان نتكلم معايا ونستفيد من خبراته كلاعب دولي ولاعب النادي الاهلي عن وجوده في معسكرات لفترات طويلة او ازاي لاعب كرة القدم بيستفيد من المعسكرات وايضا هنتكلم على مباراة الاهلي والمقارون العرب القادمة ان شاء الله او هنتكلم ايضا على بطولة الامم الافريقية في اخر الحلقة لكن قبل ما ابدأ زي مولتر حضراتكم بنبارك لمنتخب الجزائر الشقيق على فوزه ببطولة الامم الافريقية للمرة التانية في تاريخه لكن انجاز الدولة المصرية انجاز مصر في التنظيم الرائع في اقل من اربع شهور ده الحدث الابرز بالنسبالي حدث الابرز والمهم لشعب مصر لازم نعيش وناخد بالنا كويس اوي ان مصر عملت انجاز محدش هيعرف يكرره بعديك ولا حد يعني حاول يعمله قبليك اربع شهور فقط مصر تسلمت الراية او التصريح بتنظيم بطولة الامم الافريقية بعد ما اخفقت الكاميرون في التنظيم وبالتالي مصر والدولة المصرية اللي تم اسندها لهذا الحدث المهم عالميا وافريقيا اعتقد ان مصر نجحت فيه بشكل كبير من الاخر انجاز الجزائر هو انجاز كبير يستحق الفوز يستحق كأس الامم الافريقية لكن مصر تستحق الاشادة الاكبر ومصر دايما تستحق ان احنا نعظم الحدث اكبر من حدث فوز الجزائر بالبطولة مع كامل الاحترام والتقدير لدولة الجزائر الشقيقة العربية اللي احنا اكيد بنتمنى دايما لها التوفيق ايا كان الكلام اللي بيقال او ايا كان التصريحات اللي بتتقال لكن تظل الجزائر هي دولة عربية شقيقة مثلها مثل تونس مثلها مثل المغرب نتمنى دايما لهم التوفيق وخصوصا لو على ارض مصر الحبيبة فاخيرا علشان اقفل الملف ده ولما ارجع له ارجع له فنيا مع الكابتن اسامة حسني لكن مصر ببارك لها وببارك للدولة المصرية سيدة الرئيس طبعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وايضا سيدة الدكتور وزير الشباب والرياضة الدكتور ارشح الصفحي بهنيهم على الانجاز بهنيهم على اللي حصل ان في اربع شهور عرفت تنظم اكبر بطولة في افريقيا واعتقد ان مش بس الاعلام المصري والصحافة المصرية هما اللي اشادوا بيها لا ده العالم كله اشاد بكل شيء حفل افتتاح بنية تحتية حفل ختام ملاعب على اعلى مستوى تنظيم كل شيء اعتقد انه كان منظم بشكل رائع جدا بشكر اللجنة المنظمة والكابتن محمد فضل على المجهودات الرائعة بشكر ايضا كل المتطوعين في كل الملاعب وكل المرافقين للمنتخبات العربية والافريقية على المجهود المتطوعين اللي ما اخدوش ولا مليم نظير مساعدتهم للجنة المنظمة في البطولة علشان اسم مصر وعلشان يخرجوا من البطولة اكيد عندهم خبرات واكيد اسمهم واكيد التجربة اللي مروا بيها دي مش هتعدي عليهم بالسهل هتفدهم كتير جدا جدا في حياتهم العملية بشكل كبير وبالتالي بشكر كل المتطوعين بشكر الصحفيين اللي كانوا دايما حرصين انهم يغطوا كل المباريات سواء منتخب مصر او المنتخبات الافريقية او المنتخبات العربية بشكر كل الاعلام المصري اللي عرف يغطي البطولة بشكل محترم وشكل يليق بالكرة المصرية وايضا دولة مصر بشكل عام نادي الاهلي اكيد خلاص قفلنا الملف الافريقي والبطولة الافريقية وجزائر هي بطلة افريقيا 2019 واللي اقيمت في مصر لكن النادي الاهلي خلاص ترجمة نانسي قنقر